جددت المملكة تأكيدها على موقفها الداعم للسودان وشعبه الشقيق خلال الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان جاء ذلك في بيان ألقاه المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة خلال الحوار التفاعلي للبحثة الدولية المستقلة لتقص الحقائق في السودان سيد الرئيس تضافت المملكة محادثات جدة بين طرفي الأزمة في السودان الرامية إلى تحقيق مصلحة الشعب السوداني من خلال الاتفاق حول مشروع وقف الصراع وحل الأزمة عبر الحوار السياسي وشددت المملكة على همية العمل على حماية السودان وشعبه من المزيد من الدمار وتفاقم الأوضاع الإنسانية وأكدت على ضرورة الالتزام بحماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة وضمان سلامة الممرات الإنسانية لوصول المساعدات الأساسية وأكد المملكة على حرصها على عودة الأمن والاستقرار للسودان وترحب بالجهود والمبادرات الدولية الرامية لتحقيق السلام فيها وأشارت المملكة إلى استضافتها لمحادثات جدة بين طرفي الأزمة السودانية مؤكدة حرصها على تحقيق وقف الصراع عبر الحوار السياسي بما يخدم مصالح الشعب السوداني ورحبت بالجهود والمبادرات الدولية الرامية لتحقيق السلام في السودان طه يوسف حسن قناة الإخبارية مجلس حوال الإنسان جنيف